في اخر مسيمين في اخر مسيمين خد بالك بقى في المسم اللي فات 21-22 متوسط المرارات النجحة 2.8 من 10 نسبة نجاح 42% في المسم الحالي اللي هو 22-23 اللي هو اللي هو اللي هو اللي فيه 6 مباريات وبالمناسبة هو غاب عن اخر مباري الفريق خرج برق قيمة وده كان تمهيدا للانتقال ويعني عمل 3.8 من 10 مروهة 3.8 من 10 بنسبة دقة 57% 57% ركزوا جماعة في الارقام دي عشان نرجع لها في اخر الحلقة هنحتاجها بشكل كبير جدا في اخر الحلقة الارقام بتاعت فايز سليماني اللاعب المنتظر ان هو يكون مع النادي الالي وفقا لكل التقارير اللي فاتت نقطة مهمة جدا برضو عند فايز سليماني وتحركاته ان هو الراجل لو عملت الملعب يعني السورة اللي هتبقى قدامنا الملعب افقي وعرضي هتلاقي ان هو 59% من تحركاته ناحية اليمين في الجانب الايمن و28% في الجانب الايصر وبيلعب اكتر تواجده في التلت الوسطاني في الملعب هو 46% من تواجده او لمساته 46% في الجزء الوسطاني طب ده معناه ايه يعني الرقم ده معناه ايه انت بتقول ان هو 56% هنا و46% هنا ده معناه ايه معناه ان هو دايما بيميل على اللاعب نحية الجابهة اليمنى عشان رجله اليمين او اللاعب نحية الجابهة اليوسار عشان رجله اليمين تبقى انفرت الجوهة الملعب لكن هو دائما نزول لوسط الملعب لطلب الكورة فاكتر منطقة بيستلم فيها الكورة هي منطقة وسط الملعب وهنا هو بيساهم في عملية التطوير الهجمة دايما لانه دايما بيستلمش قدام ما بيستلمش تحت قوي بيستلم في التلت الوسطاني ودي مهمة جدا لربط الخطوط الاهلي كان بيعاني من اللاعب اللي بيربط ما بين الخطوط كان دايما فيه شكل شهير كده للاهلي مع موسيماني كان يبقى تلاعي اربع خمس ست لعيبة قدام واربع خمس ست لعيبة وراء والمساحة اللي في النص دي فاضية فالاهلي ما بيعرفش ينقل هجمة لكن وجود لاعب زي فايس سليماني بيقدر ينزل في المنطقة دي ولما نروح للبورد بتاعت الملعب هنشوفها بنسبة 46% اللي هو بتواجد فيها دي عشان يلينك أب ما بين الخطوط وعشان يربط او يعمل عملية تطوير الهجمة بنفسه فده شيء مهم جدا جدا ويحسب فيه طريقة لاعب اللاعب نفسه داخل الملعب لانه 28% في الناحة الهجومية و 26% في الناحة الدفاعية لكن بيتركز 46% في وسط الملعب في شكل انا رشوف ان هو مهم جدا جدا للاعب زي فايس سليماني